اشتركوا في القناة طريقة هذي بعد شوية في ثبات بها يكون معنا وائل لونيفي الصحفي في موقع الكتيبة واللي كان قام بتحقيق اصدار في شهر جوليا ليفات حكاية فيه تقريبا من كل الزوايا على موضوع الاطماطم في تونس قبل هدايا اشتاق سقوط الامبراطورية الرومانية هيا راهي الامبراطورية الرومانية سقطت معنا عش كان في بالك معناها مش سخرة والتعليق المقارنة دونك هو ايلون موسك اه مش تيتر ليساخر ريال تيتر نحسين بلي السقطت ومخبروش خطر هنهارين نتبع في الاخبار انا اخبار رايونه رايدوه ما قالوش ايلون موسك اللي قال واتشن ذا رومان امباير كولابس جين بات وي فاي ان ميمز ديس تايم يعني نتفرج مرة اخرى في السقوط الامبراطورية الرومانية ما المرة هذي بالوي في والميمز دا هو كان قاعدين نشوفو فينا تاوه على ديجيتال حت حت جستم ميم على شنو يحكي ايلون موسك اسكو يحكي على العالم على امريكا انتوكا امريكا اللي قاعدة تصير فيها عركة ما بين اللي غيبوبليكان ولي ديموكراتي دا هوه من عشكين في بالكم في امريكا تاوه فاما غيف كبيرة في السكتور اوتو والناس العاملين في السكتور اذيه طالبين بزيادة قرب اربعين في المئة من الشهرية هم اللي هي زيادة كبيرة معانيها في الشهرية وعندهم نقابة قوية معتها النقابة تقريب الوحيدة القوية في امريكا والبينشور اللي غيبوبليكان اللي حبوا يطلعوا ترامب معانيها قاعدين يتهموا في بايدن قالوا لو انتي طلعت النيفو هذي العركة أببخي اللي سايرة دونك إلون مسكا بغاما اللي يقول على روح ورانيش نشعر بالملل ولستو سعيدا كم كوى الارجون في بالبونغ حات الهابط ديميمز وقالك نتفرج في الامبراطورية الرومانية قاعدة تسقط وبديت الناس جيوب فيه فماشكون قالوا كان ترامب مايشدش الحكم افكتيبما امريكا بش تسقط فماشكون نحكي على غليق المعيشة وكيفش الناس معاش خالطة تكل وتشري ديار وعالكلايمت تشينج وقالوا خلطنا الستاج الامبير فيبس وفماشكون قالوا اي دولار قاعد يتيح بغيف خلوضها وقعد على تويتر اللي ولا اكس ايلن ماسك نرجعو لتونس اللي هو مليها على فكرة اللي هو مليها واللي هو اللي غير له اسمه واللي هو مليها واللي هو انتبع فيه وهو السيد ممسوس معناها انا في التقدير الخاص معناها شو بدايه واضحين نجم تكون اغنى رجل في العالم تشعر بالملل يتشعر بالملل وليه وخاصة سلوكه بصراحة يزم يتدقق فيه اما هو مشغال تيسر معناها في حالة العالم في سقوط الامبيراتورية الرومانية ينكن يطبق على امريكا على فقية العالم اذيك الله واعلم شنو فين فا ما فين مخ ايلون ماسك نقعد على ايكس والتويتر وانني زهر في تعليق على زيارة قيس سعيد نهار لحد في سان جوبان ونقرأ تعليقات من نوع المعارض قيس سعيد تعليقا على الخبر اللي قول رئيس الجمهورية استنكر غلاء الاسعار وتركهم الفضلات بشوارع العاصمة لانه جستما معناها السلطة في الدشكون اليوم هل انه من بيده السلطة مع التنفيذية عنده الحق يتصرف كمعارض معناها وكمستغرب لكن هذا قيس سعيد يقوم به منذ اربع سنوات منذ تولي الحكم معناها مرويك صحيح صحيح هذا فاش قاعد يعمل وبدون ايجاد حلول بدون ايجاد استراتيجيات العمل على تغيير هاته الاوضاع لانه مرة اخرى في تصور والبنيان السياسي متع قيس سعيد هو من جانب الشعب امام السلطة مش هو مش هو اللي عنده السلطة ومش هو المطالب بتحقيق نتائج لا لا هو مفعم بالنواية الطيبة والنواية الحسنة وبل بالعكس وهذا يصحيح يحط صبعه في عدد من المناسبات على مشاكل حقيقية وعلى حوايج بالحق يلزمها تتصلح لكن يقف كمعارض كما قلت يقف عنده مستوى المعاينة فاما حبيب الراشد يقرأ بين السطور قالك ملخص زيارة قيس سعيد الميغرين فيها ثلاثة رسائل ليه فيها أربع رسائل رسالة لولا للمشاككين بحالته الصحية وكمشي على الأقدم ما يقرب بثناش كيلومتر الثانية للمتحكمين في قطاع الحليب والمستكرشين من رفع الأسعار لتأجيج الأوضاع الاجتماعية واحدث الفوضى الثالثة وجه رسالة للجنة المصادرة ولجنة الصلح الجزائي والرابعة للمتاجرين بدماء فرحات حشاد حيث وقال أنه زعيم وطني وليس زعيما نقابيا فقط وأبطل التفيد في ملك مصادر في رسالة واضحة لعملاء التربلسية وبقية الفاسدين النهيبين للمال العام أن الدولة تحاصر وهم صحة لي حبيب الراشد فما أشتاق بربي الناس اللي تسمع فينا اكتبوا شو استفادت الأمة أشتاق نحزد في قدرته على التحليل اللي حبيب الراشد يبدو أننا نحلل حتى انت مروي نصورك حسدت ومعني غيرت نصورك نجمش تحلل التراند متعل الویکند كان وزير الخارجية وزير شؤون الخارجية وني رياض ذكر في اللي ي partage اللي فيديو يعلق مع تعالى كلم وزير الخارجية نبي العمار في نو يورك قال ce qu'il a dit est proprement scandaleux ي parle de personnes en prison alors qu'elles sont toujours présumées إنوسantes تحكي راهو نبي العمار كي سئلوه معناها قال هم تي الشعب طالب بأنه نحطوا أكثر عبيد في الحبس معناها الشعب تونسي يحب عبيد تتحط في الحبس قال هذي معناها في نو يورك في قمة عالمية قدم الصحافة متاع العالم نحب نحطوا العبيد في الحبس معنا المتهم بريء حتى تثبت إدين تو هذي كما تضرب بها عرض الحائط رياض غرفي يذكر اللي إن للي أفتح با ديسكت للكلب بي تتوين تونيزين سول لجستي تابل تا لفير دائر أعطى مثال نبي العمار قال هانينا كيجيت تعديت على مع العلم أني مستدعي دونك شبيكم ما تخليونيش في تونس معناها نطبقوا يعني إحنا نعدي وقاعدين على السكانير نعرش إذا كان عديدهم على السكانير شبه البعض ورب يستر من الناس هذي الكلمة الكلمة هذي متاع الناس والشعب وشنو يحب وشنو شعب يحب أكثر عبيد في الحبس أي كان غدوة عن أغلبية تحب تراجع على العبودية مثلا رجعها استجابة لشعب شنو يحب إذا كان الشعب منعرش أنا يقول لك نحب ونعمل تطهير عرقي لأي فئة من الفئات نقول والله يبارك على خطر الشعب قال هذي رأوا كلام اختير كلام اختير برشا على فكرة المداخلة متاع وزير شؤون الخارجية في نيويورك أثارت جدل كبير والحوار اللي كان عملوا زيادة عن الكلمة اللي ألقاها في نيويورك في الجلسة العامة للأمم المتحدة لقات استحسان لجانب هذا الطبيعي ولكن زيدا لقات استهجان كبير من طرف جانب واسع زيدا من من الرواد المواقع التواصل الاجتماعي يعني الجملة الأولى صادمة وليت صادمة جانب وليت جانب وليت جانب وليت اشتركوا في القناة